رئيس الجمهورية عمل بعد الخطاب لوليني بعدك الكوميونيكيه لولينيا عملته رئيسة الجمهورية على مسألة المهاجرين من جنوب الصحراء المتوفدين بطريقة غير قانونية على تونس عمل الكوميونيكيه هذيك ومن بعد رئيس الجمهورية التجأ للتوضيح مرتين عمل التوضيح لوليني في زيارته الفجئية كيف مشاه للصفات عاود جبد الموضوع هذيك خلال لحديث هذيك عرضيا للتوضيح على خاطر حسة ليفم حملة ضده ويحس روحه هو ما يستحقش الحملة هذيك ومن بعد ريناه البرح استقبل سيشار في الدين وحط الموضوع هذيك على الطاولة وعاود رجع له للتوضيح هو كيف إنسان يرجع للحديث متاعه للتوضيح مرتين معناها الخطاب الأصلي فيه إشكال الخطاب الأصلي حماله أوجه به وهنا هذي صحيح احنا من هارلوليني قلنا الخطاب الخطاب مش الكله في جزء الأخير منه الجزء المتعلق بتغيير التركيبة الديمغرافية ومسألة الهوية هذيك كان غير موفق عليش على خاطر الخطاب كيف يبدأ هولامي مع مسألة حساسة كما هذي فإنه يأدي إلى منزلقات كبيرة وهذو ما من نوع الخطاب كي بخيت لفلان وحنا انتي تعرف اللي السياسة شنية هي هي اللي الخصوم السياسيين متاعك يلتقطون أخطائك دونك انتي لازم الخطاب متاعك يكون دقيق أكثر لهنة بربي قلنا الخطاب دونك ماهوش ماكينش موفق والمسألة هذي عليش احنا قلنا حساسة لازم الخطاب فيها كما تحدثنا نهارلوليني يكون فقط في إيطار القانون القانون فقط ولا غير القانون وهذي كما يتواجه للناس كما يتواجه الرئيس الجمهورية كما يتواجه لبقية الوزراء وكل المتحدثين في هذا الموضوع ما لازم ندخلوه في المسألة العرقية والانتماء وغير ذلك لا المسألة لازم تكون من منحة قانوني ومنحة واقعي ثابت